تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تامونية بمضبوطات بلعت قرابة 245 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 209 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 5 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 608 قضايا من بينها 94 قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط أربع قضايا بمضبوطات بلغت 6 أطنان أقماح محلية